قمعت قوات الأمن الإيرانية مدعومة بالحرس الثوري مظاهرات ليلية في رابع أيام احتجاجات عرب إقليم الأحواز وأطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم أضفت مصادر ميدانية أن مظاهرات اليوم الرابع انطلقت ليلا بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة وقبل تدخل الأمني رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لإنهاء قمع عرب الأحواز على يد السلطات إلى جانب رفع لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء العنصرية المعادية للعرب إلى ذلك قررت السلطات الإيرانية حجب تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي وذلك عقب تواصل الاحتجاجات العارمة في جميع أنحاء البلاد قال عضو مجلس الشورى علاء الدين برجودي أن قرار حجب تليجرام سيطبق في العشر من الشهر الجاري وكشف برجودي أن السلطات تريد استبدال تليجرام بتطبيق داخلي مماثل تراقبه الحكومة ليتم استخدامه بدلا من التليجرام يستخدم المواطنون الإيرانيون تليجرام بشكل واسع لتنسيق الاحتجاجات وقد اتخذت الحكومة الإيرانية خطوات مماثلة سابقا وحجبت الموقع عن المحتجين إلا أن المواطنين وجدوا طرق عديدة لفك الحجب يعيش النظام الإيراني حالة تغير مفاجئة وحرجة تقود زمامها المعارضة الإيرانية الحاشدة التي جعلت من الانتفاض الشعبية حالة مستمرة تسود البلاد في مختلف المحافظات تعبر عن الرفض المجتمعي العارم للنظام الولي الفقير وسياساته التخريبية في المنطقة قطب الحكم الذي عليه مدار السياسة الإيرانية انحرف عن مساره وفق ما أرادت له مؤامرة الولي الفقيه الكبرى ووصلت ثورة الشعب الإيراني إلى ما وصلت إليه وكان السبب في ذلك غياب الحكمة والتدبير وحضور الطمع والعيش في الأوهام والفجور في الخصام وذلك نتاج ما زرع في عام 1979 عندما تولى الحكم من هو ليس بأهل له واستبد به حتى تجبر على شعبه ونهب ثرواته وأنفقها على أوهامه التوسعية في المنطقة العربية للدولة إن كانت هي نهاية القصد متطلبات تضمن دوام سلطتها وتحفظ هيبتها وتعدل بين شعبها وهذا ما لم يتوفر في الدولة الإيرانية الجديدة دولة الولي الفقيه ولتعوض هذا النقص الواضح لجأت للبطش والتنكيل والتفرقة بين مكونات شعبها واتخذت من التضليل الديني أسلوبا تكسب به شرعية كاذبة تبيح لها إرهاب الشعب والمجتمعات وفي ظل ترد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الإيرانية كشف تقرير عن ارتفاع موجة التظاهرات في إيران ضد سياسة نظام الولي الفقيه وشملت هذه التظاهرات كل فئات المجتمع الإيراني والتي تعد مؤشرا على درجة الغليان والثورة الهادفة لإسقاط النظام فقد كشف تقرير للمعارضة الإيرانية أن إيران شهدت أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة وستين تظاهرة احتجاجية في العام الإيراني المنتهي في العشرين من مارس الماضي ما يعني أنه في المتوسط كان هناك أربعمائة وثمانين حركة احتجاجية في الشهر وست عشرة حركة احتجاجية في اليوم لا يرتج الشعب الإيراني اليوم شيئا سوى حكم أمين وأمن وعدل يحفظ حقهم ويقضي حوائجهم ويلملم ما فرقه بهم نظام الولي الفقيه على مدار أربعة عقود استنفر بها الشعب مرارا ولكن آلة القمع فعلت فعلتها وأحبطت عزائم المناضلين في الساحات المشتعلة بمختلف محافظات إيران كرة بعد كرة هذا الغضب المجتمعي ينطق بلسانه ويده وإنما لسان حاله يقول بالعربية والفارسية والأذرية وكل لغات الشتات الإيراني إن إيران الدولة بذاك التاريخ لا ترضى بحكام مزيفين يتخذون الدين عباءة لتنفيذ أطماعهم ومن الإرهاب وسيلة لتحقيق غاية النفوذ والهيمنة كالولي الفقيه إنما بحكم يكون الشعب أساسه ومنطقه الأول والأخير وإلى أن تستقر قواعد الحكم الصحيح وتنتظم قلائده برضا شعبي وعدل واستقرار سيكون الشارع الإيراني في موعد مع النار والغضب